أهلا بكم في هذه الجولة بين أبرز ما تناولت الصحف الوطنية الصادرة اليوم ونبدأ من الصحراء المغربية تحت عنوان تدشين عهد جديد في العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل كتبت الصحيفة أن زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي رفيع المستوى للمغرب توجد بإصدار إعلان مشترك أبرز تدشين عهد جديد في العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل وإلى المساء تحت عنوان مجموعة المكتب الشريف للفصفات تحصل على تقدير جيد من لدني وكالات تصنيف دولية كتبت الصحيفة أن مجموعة المكتب الشريف للفصفات حصلت على تقديرين جديدين من قبل وكالتي التصنيف الدوليتين في جيو إيريس وسوستان أناليتيكس الخطوط الملكية المغربية تعزز شبكة رحلتها الداخلية هكذا عنوانت بيان اليوم مبرزة أن الشركة ستبدأ انطلاقا من 25 دجمبر الجاري إعادة تشغيل الخط الرابط بين الضار البيضاء وزاقورا بمعدل ترددين 2 في الأسبوع الاثنين والجمعة بالإضافة إلى رفع وتيرة تردد الرحلات نحو ثلاث وجهات ولومتان اهتمت بافتتاح الضورة الرابعة للجامعة الشتوية الثقافية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج وذلك بالدخل مبرزة أن فعاليات هذه الدورة انطلقت تحت شعار العيش المشترك اشتركوا في القناة